بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمةكم تابعين في قناة عرب جلوليونيكس مجيب اليوم اتكلم عن المصندات والتحرير المزدوج ما بين المستخدمين طبعا المصندات بالأون كلاود كيف نقدر نسوي مصند جديد كيف نقدر نحرر المصند من نفس الكلاود وكيف اقدر انا ومستخدم ثاني نحرر نفس الملف نفس الوقت ونشوف تغييرات بعض كان انا يعني بمحادثة فمفيد الطلاب مثلا اذا كانوا يصبوا بحث علمي او الى اخري او مدرس طالب طبعا انا سويت حسابين قبل تيتشار وستيودنت ممكن تسويهم من باب التجربة واجهت مشكلة انه الادمن اللي هو اول مستخدم تضيفه ما تقدر تسوي مع بعض انت ومستخدم ثاني تعديلي ذلك يبدو انك تحتاج تسويه مزامنة وممكن انك يعني ستقول عطل بالنسخة حاليا وتم مصلاحه او سيتم مصلاحه انا جربت على الادمن نفسه ما تزبط لكن نسويت مستخدمين اثنين مع بعض غير الادمن وزبط الموضوع ومشها الحال اول شي كيف نسوي مستخدم او مستنى جديد من هنا سوي نيو دوكومنت طبعا نطلق الدوكومنت هذي نيو دوكومنت راح تجيك نيو دوكومنت عادي راح تروح هنا طبعا التحرير هنا بسيط في درس قادم وكثر ما قلت في درس قادم بنتكلم عن بعض الاضافات اللي تساعدنا لكن كيف نقدر نسوي تحرير طبعا موضوع بسيط جدا يهمك واشي تتعرف على منطقة التحرير المنطقة هذه خاصة بالمستخدمين اللي يشاهدون الملف حاليا اذا كان عليه مشاركة ممكن تشوف مستخدم ثاني هنا طيب خلونا نكتب اي شي مثلا ممكن نكتب بسم الله المشكلة هذه اعتقدرنا فقط بالكروميوم لو رحت للفايرفوكس دخلت على المستخدم الجديد طيب يسوي المستخدم الجديد تمام المشكلة هذه بالكروميوم لذلك لا تقلق مو بالكروميوم بالميدوري عفوا متصفح الميدوري عنده مشكلة مع اللغة العربية في بعض نوع الخطوط تمام طيب انا هنا طالب صح طيب ممكن يسوي بسم الله الرحمن الرحيم ويش رايك بالبحث تاتا ماشي طيب انا أ jamais ظهورك ما يهم الصلاحة ويش قاعد счواب الضبط لكن أبوريك انوا بعد ما ينتحرر ممكن تسووي خلوز من هنا وخلاص هذه طريقة التحرير العادية التحرير اسم الملف مثلا تنتحرر من هنا مثلا تسميه بحث التخرج اكتباه التخرج طيب ممكن تسوي مشاركة ايضا من داخل هذه المنطقة في هنا شير حابة تسوي مشاركة مع مدرس المادة اسمه تيتشر لاحظوا ان هنا في ستة اكسبايريشن ديت يعني انتم المدرس تعملوا مع البحث المدرس طبعا رح ينتهي عملوا بعد شهر معك لذلك يمكن من هنا تكتب تاريخ انتهاء المشاركة والله عنا فبراير اليوم كم؟ 19 ابي انت بستة عشر فبراير لاحظوا ان هناك صراحيات هنا update share هل يقدر يسوي تعديل وهل يقدر يشارك نفس الملف انا ممكن يجعله يسوي update بس ما يشاركه مع احد ثاني او كنا نسوي ال share بس بدون update يتفرج يعني طيب انا بيسوي كل شي الحين المدرس طبعا رح يقدر يكون عنده امكانية انه يدخل على هذا الملف لو رح دخلت على المتصفح الثاني وهو متصفح المدرس مسكرت هنا طبعا رح لاحظ انه في مشكلة بالعربي لكن معدل المشاكل هذا هو الملف لاحظنا عليه مشاركة اضغط عليه رح ودينا على نفس الملف هذا لاحظ انه هنا فيه student وفيه teacher ولاحظ انه الان لو قيمتوا مسحت هذا تمام ورحت للمتصفح الثاني وراح لاحظ انه بداية مسح طبعا فيه فرق بالتوقيت توصيد جدا ما بين المستخدمين الكنين طيب مسح الحين الميزة الموضوع انه التحرير لما تكون تحرر انتم شخص مع بعض ممكن تكتب بالبحث هاي صديق اوكي 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 �� انتم خط معين رح تلاحظ انه هناك ايضا اصار الخط معين على المتصفح الثاني انه الله لكنه هناك الطالب ايضا ترامله هاي ميزة بعمل متاز جدا التحرير مع بعض لرف من كيف نحرر بعض عن طريقة مشاركة بالنهاي الانة تمام نقطة اخيرة هو انه فيه ميزة حلوة ميزة حفظ اصدارات معينة من الملفات لو جيت الباحث لتخرج هذا هنا في فيارجنز لاحظ الإصدارات قبل الحفظ طبعاً في إصدارة قبل ثلاث دقائق قبل يوم علم كم متى بالضبط وكل شي لاحظوا أنه حتي علمك بالدقيقة كم ممكن تسوي ريستور من هنا وارجع لك نسخة معينة حسب التاريخ ممكن تحمل النسخة عندك على الجهاز وتفحصها عن طريق الضغط هنا ثم تفتح النسخة عن طريق بالجهاز وإذا كانت هذه النسخة ممكن تسوي لها ريستور من هنا هذه هي طريقة المشاركة طريقة التحرير المزدوج انتهت دروسنا الخاصة باستخدام الأون كلاود طبعاً هذا مو بالدرس الأخير ولكن هذا الدرس الأخير خاص بالاستخدام الأون كلاود على المستوى المستخدمين رح نتكلم إن شاء الله تقريباً بدرس درسين ممكن ثلاثة بالكثير ونخلص من الأون كلاود يلا بمانا الله